موسيقى جيدا يا مرحبا كيف عمليتك؟ أنا مستفتنة والنهاردة إن شاء الله حباكم معيكم بيد الـ concept نحن أكلمنا الفيديو الى الفيديو عن السابطوميك بارتكليس اللي هي الحاجة لقوة الأثن اللي هي بروتونز نيوترونز وليترونز البروتونز ونهاردة مقودة غوة النوكليس ومقودة غوة الأتم وكذا نقولنا النوكليس هو مستفتشارج لماذا؟ لأنه توجد مستفتشارج ومستفتشارج عشان النوكليس يكون فيها البروتونز ومستفتشارج ومستفتشارج وكي؟ يبعا نيوترونز المكترونز 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 عندما أحسب النمبر بتاع الأنيرجي ليفل بعلوكوا كده سأخذها بعدين بالسامبول N أنيرجي ليفل 1 ها ديرو سامبول K أنيرجي ليفل 2 ها ديرو سامبول L أنيرجي ليفل 3 ها ديرو سامبول M أنيرجي ليفل 4 ها ديرو سامبول N إنك أبيضل كي أنيرجي ليفل 5 ها ديرو سامبول O أنيرجي ليفل 6 ها ديرو سامبول P أنيرجي ليفل 7 ها ديرو سامبول Q دول 7 أنيرجي ليفل يوالك أمن شما أنيرجي ليفل ers乎 list of energies sub level يعني كل issue energy level هكذا من greatness أنيرجي ليفل إليه في صور ردي okay to reassume energy sub-levels in which the electrons revolve in different shapes, when energy sub-levels the electrons are revolved in different shapes okay. if you Rajiak main is the first four energy levels determined by the mathematical relation two and two where n and small هنا الهيئة الهيئة Loz هنا نهاية أكبر نهاية أكبر ينهاية أكبر نهاية أكبر نهاية أكبر نهاية أكبر تنازل يكون العمي Chan وضع لك نهاية الأكبر حيث يكون نهاية أكبر يعطي نرغز الجهاز الأكبر لأن مست zaw�ين The energy of an electron increases as the energy level that's revolving moves further from the nucleus. يعني as the electron's energy equals the energy of the level of revolving. يعني الانرجي بتاع الالترون اللي يكونسته في لفل Q بيكون اكبر من الانرجي بتاع الالترون اللي في لفل L والالترون اللي في لفل P بتكون الانرجي تزاده اكبر من الالترون اللي في لفل L مثلا فهمين؟ يعني واسم The energy differences between level L and level M is less than that between level K and level L K The energy differences between level L and L is greater than the difference in energy between level L and L or that between level M and N The energy difference between the energy level and the next one decreases as the distance from the nucleus increases Okay So The energy differences between level L and L is greater than that between level M and N Okay كذا كفية لكم النهاردة ان شاء الله الفيديو القايح حكم معي كويد الكونسيب بتاعنا فعند تكوية دعوني لايك وشير وسبسكرايب للتروني بتاعتي حتى الفيديو جديد او المنزله يوصل لكم على طول ان شاء الله Goodbye موسيقى